ففجأة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عن المضغر وقال لباقي الصحابة ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قبل وفاته يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر مضغ السم في فمه ومو أي سم أشد أنواع السم هذا السم نفسه أكل منه صحابي ثاني ومجرد ما بلع هذا الأكل سقط على الأرض مخشي عليه من شدة هذا السم في قصة اليوم الصحابة ينصدمون بمعركة ثانية بعد خيبر تماما ما أمداهم يفرحون بخيبر إلا بمعركة وحصار معركة موب أي معركة دامت هذه المعركة أربع أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل صحابي واحد لمنطقة كاملة مليانة بأهل التوراة ويرسل أهل وحدها وخادم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أمام عيون الصحابة بشكل صادع واللي صدم الصحابة أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الخادم اللي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعدب بنار يعدب بنار الآن بسبب شي سواه كل هذا بنحكيه في قصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبيه وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يا رب العالم كيف حالكم إن شاء الله نكون بخير وموركم إن شاء الله طيب يا جماعة الخير عندي لكم وصية بسيطة لكم ولأولادكم برضو الإعلانات على اليوتيوب بالفترة هذه جدا غير مناسبة لا للكبار ولا للصغر يعني باختصار أنت داخل تتعلم عندي في المقطع جالس تكسب ذنوب بسبب الإعلانات اللي أنا برضو ما أقدر أتحكم فيها واليوتيوب هو المتحكم الأول فيها حتى ولو أني قفلت الإعلانات فيه رح تظهر الإعلانات لك لأن الأمر أبدا مو بيدي فعندي لكم شي مناسب لكم ولأولادكم عشان ما تكسبون ذنوب وعشان برضو يكون هذه البيئة جدا مناسبة للأطفال ونبعد برضو عن الشبهات اليوتيوب قدم خدمة اشتراك تبعد هذه الإعلانات تماما مبلغ رمزي يبعد لك الإعلانات تماما ويصير هذه القناة مناسبة جدا حتى للأطفال هذا الأمر مو مدفوع لي أبدا ولاني ما أخذ أي أموال من أي أحد عشان أقول هذا الكلام فقط عشان هذه البيئة تكون مناسبة للصغير والكبير فأتمنى من أعماك قلبي أنك تشترك في هذه الميزة في اليوتيوب عشان تبعد هذه الإعلانات تماما ونتخلص منها وإذا أنت من تقدر توفر هذا المبلغ تواصل معي وراح بإذن الله نزبط الوضع سويا ونتقدر تتواصل معي في السنة في الإستجرام بحط الروابط كلها في الدسكريبش خضلك شي تاكله ولا تنسى تتابعني على كل السوشال ميديا أكتب أناس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطرع لك وبحط لكم الروابط برضو في صندوق الوصف تحت من دوما نطول بسم الله نبدأ مع أن المسلمين فتحوا أكبر منطقة أهل التوراة وأشدها حراسة واللي هي منطقة خيبر ما انتهت معركة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل التوراة فكان حول خيبر ثلاثة مناطق تشكل خطر على المسلمين كانت تشكل خطر كبير جدا خاصة بعد ما فتحوا منطقة خيبر بس قبل ما نعرف إش هي هذه المناطق لازم نرجع وراء لخروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر في يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر كان في مناطق حول خيبر تعتبر فروع من خيبر أو أنها مناطق تعتبر دائمة لخيبر والمناطق هذه منطقة الفدك ووادي القرى وتيمة وكانت مسوية نصف دائرة حول خيبر فخيبر كانت في النص والفدك بالمشرق ووادي القرى بالغرب وتيمة في الشماء وهذه المناطق كلها سكانها كانوا من أهل التوراة على نفس دين أهل خيبر يعني كانوا مع أهل خيبر قلبا وقالب وكانوا يشكلون خطر على المسلمين بشكل واضح يعني خاصة أن المسلمين خارجين لغزو خيبر والتي تعتبر قلب هذه المناطق فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر أرسل صحابي من الصحابة أرسلها لمنطقة الفدك شرق منطقة خيبر كان اسم هذا الصحابي محيصة بن مسعود رضي الله عنه كان من الأنصار أرسلها الوحدة وهذه المنطقة كانوا مدججين بالأسلحة برد يعني منطقة خطيرة وكان رايح هو الوحدة بس ما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم على شكل رسول يدعوهم للإسلام وأي شخص يحمل رسالة لمنطقة لا يقتل أبدا كان عندهم هذا النظام مشهور أي مرسول برسالة لا يقتل أبدا فأول ما وصل محيصة رضي الله عنه لمنطقة الفدك بدأ يدعوهم للإسلام وعلمهم عن رسالة محمد وليش هم جالسين يغزون خيبر في الأصل بس للأسف إن ما في أي أحد استجاب لها أبدا فكان اللي سوه النبي صلى الله عليه وسلم حدث كبير جدا وبقية قبائل العرب ينتظرون هذه النتيجة إيش اللي راح يصير بالضبط محمد يغزو خيبر واللي تعتبر أقوى منطقة في جزيرة العرب كاملة يعني كان في عقول للعرب كاملين إن اللي قاعد يسويه محمد انتحارا فكان الجميع ينتظر النتيجة وش اللي راح يصير حتى إن بعض قبائل العرب تحمست وقامت أخذت السيوف وخرجت للقتال مع خيبر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قلوبهم بغت تنخلع يوم وصلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم بجيش ضخم جدا من المدينة المهم إنه مو هذا موضوع أنا وإذا تبغى تعرف تفاصيل غزوة خيبر ارجع لها ذكرناها قبل كذا مرت الأيام وفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين خيبر وانصدموا قبائل العرب من اللي حصل صدمة قوية جدا إيش هذا 1400 رجل من أصحاب محمد يفتحون خيبر كاملة بحصونها ومقاتلينها اللي بداخل هذه الحصون خيبر هذه مقاتلينها كانوا مشهورين جدا إلى درجة أن أسماؤهم معروفة من الشام إلى اليمن 1400 رجل من أصحاب محمد يفتحون هذه المنطقة يا ساتر ومن هذه القبائل المناطق اللي حول خيبر واللي هي وادي القرى ومنطقة الفدك وتيماء كانوا معتمدين اعتماد كبير على خيبر إلى درجة أنهم ما طلعوا يناصرون أخوانهم في خيبر هذه من شدة ثقتهم في خيبر في يوم فتح الله سبحانه وتعالى خيبر دب في قلوبهم الخوف الشديد لأنه عارفوا بأنهم تبع لخيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم راح يمر عليهم واحد واحد منطقة منطقة النبي صلى الله عليه وسلم راح يطوف عليهم فكان محيص رضي الله عنه في منطقة الفدك يدعوهم للإسلام وجيههم بدون ملامح يمسمعوا خبر بأن خيبر فتحت هذا يقول لهم أسلموا والإسلام حق وهم وجيههم لا تملك ملامح أبدا من الخوف عرفوا منطقة الفدك بأن الدور عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم جايهم جايهم محيص رضي الله عنه استمر في الدعوة ومحيص رضي الله عنه يعلمهم عن دين الله سبحانه وتعالى انصدم بكلامهم هذا قالوا له يا محيص محنا داخلين دين محمد انتهى ولكن في غير الدخول في دين محمد من خيار يعني في خيار ثاني غير أن ندخل في دينه فقال لهم محيص الصيف فقالوا له يا محيص خيبر كاملة فتح هل ترانا مثل خيبر حصانة ما لنا وما للقتال الآن فقالوا له يا محيص هل من خيار آخر محمد الآن لا نطيق ما لنا في مواجهة رجال محمد من طاقة فمحيص كان يعرف اشي اللي حصل في خيبر وكيف ان خيبر استسلمت بالصلح في الأخير فقال لهم عن صلح خيبر وكيف بأنه تم الصلح بأنهم سلموا الأراضي على أن لا يقتلوا وتسبى النساء وتأخذ الأراضي وأنهم يشتغلون في أراضيهم ويعطون المسلمين هذه الثمار اللي يجنونها من هذه الأراضي قالوا وي وحنا زي خيبر نبغى زي ما صار في خيبر يصير عندنا لا نخرج من ديارنا ولكم ثمار أراضينا بس أهم شي لا تقتلونا واخذوا النساء ايه نعم نشتغل في أراضينا ولكم الثمار فمباشرة محيص رضي الله عنه أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة بأمر منطقة الفتك وكيف أنهم دخلوا في صلح خيبر وأن أمرهم يصير زي ما صار في خيبر فوافق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم منتهت معارك كان بقي له منطقتين لابد أن يمر عليها اللي هي وادي القرى بعدين تيمار هذه المنطقتين لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها ولابد أنهم يخضعون مع خيبر لأن هذه المنطقتين تعتبر انتداد لخيبر والصحابة رضي الله عنهم فرحانين بالنصر وكيف أن الله سبحانه وتعالى فتح خيبر توجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لمنطقة وادي القرى واللي كان ما يعرفون بأن وادي القرى هذا ما هي منطقة عادية ولا كانت ردة فعلهم زي منطقة الفدع كانت ردة فعلهم مختلفة تماما فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذه المنطقة نزلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في منطقة وادي القرى وكانت نية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إنهم يبدون يدعونهم للإسلام بشكل سلبي بس كانت المنطقة هادية بزيادة أسواقها هادية والناس اللي فيها يترقبون كأن في شيء غريب فالصحابة كانوا مو مرتاحين من الشيء اللي قاعد يصير فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا وخيموا هنا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم اسمه مدعم وكان هذا الخادم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أمور السفر نصب الخيام شيء للأغراض وربط الراحلة يعني خادم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان مدعم هذا يربط راحلة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلوا وخيموا وكان الجوادي بزيادة والوضع كان مريب شويتين فكان هذا الغلام يربط الراحلة ويناظر يمين ويسار فجأة إلا بسهم يخترق جسم مدعمها ويطيح مدعم على الأرض وهو يصارخ من الألم ففزعوا الصحابة وقام كل واحد يركض ويأخذ سيفه ويخرجه ما كانوا يعرفون شيء اللي حصل إلا بخادم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يلفظ آخر أنفاسه حين عرفوا الصحابة بأن وادي قرى ما يبغون السلم يبغون القتال وأن أمره مو بزيء أمر منطقة الفتح فشلوا الصحابة رضي الله عنهم سيوف وهم ونبالهم وتجهز كل واحد مع سيفه ويناظر يمين ويسار ما يدرون من وين جاي السهم ألمهم من السعد ويناظرون إلا بجيوش كاملة تخرج أمام عيون الصحابة جيوش تقشعر الجسد تناظروا الصحابة وبدوا يكبرون فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سيفه ويشحن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويصفهم صفوف ويشحن معنوياتهم للقتال خلاص بس الصحابة دوبهم خارجين من غزوة خيبر والآن يصفون للقتال بس أنهم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحوش لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى يصفوا صفوفهم وبدوا يكبرون وبدى النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم ويأخذ الرايات ويوزعها وكان لجيش النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رايات فصار شكر الصحابة مهم وشافوا مقاتلين وادي القرى كيف أن الصحابة رضي الله عنهم جاهزين للقتال وهم يناظرون في الصحابة رضي الله عنهم فجأة إلا بمنادي من بين صفوف الصحابة يدعوهم للإسلام أسلموا تحفظوا عليكم أموالكم وتحقنوا دماءكم وحسابكم على الله اناظروا في بعضهم فردوا عليهم أبينا أبينا لا نخلف عهد موسى والتوراة ولكم السيف إلا برجل يخرج من صفوف وادي القرى رجل قوي شديد فعرف الصحابة وضعهم وأنهم يبغون الهيار يبغون السيف خرج الزبير رضي الله عنه وفي وجه الزبير كأنه يقول تبغون إثبات أنكم ما بتقدروا أنا أوريكم الإثبات مرة ما تعب ثواني بسيطة إلا وهم يشلون جثة هذا الرجل ويرجعون جثته بين صفوفهما والزبير نافخ صدره راجع بين صفوف المسلمين وينادي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعدها ويدعوهم بعدها للإسلام ويرفضون ويخرج رجل من بينهم مرة ثانية طلع على علي رضي الله عنه خمس ثواني بالضبط وهم يركضون يشلون جثته ويرجعونها بين صفوفهم وعلي رضي الله عنه يرجع لصفوف المسلمين نافخ صدره وينادي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه للمرة الثالثة ويدعوهم للإسلام فيرفضون ويطلعون رجل من أقواهم رجل شديد خرجوا الصحابة رضي الله عنهم أبو دجانة أربط عصابة الموت الحمراء ويتبارزون مبارزة شديدة بس ما هي الأثوان إلا أبو دجانة راجع لصفوف المسلمين وهذولاك يشلوا جثة هذا الرجل ظلمهم أنهم طلعوا عشر رجال من صفوفهما كلهم قتلوا والصحابة ولا واحد منهم جاشر وجلسوا أربع أيام على هذا الحال كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإسلام وهم يخرجون رجل لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يدعوهم بعد كل صلاة وبعد كل مبارزة علمهم أن وادي القرى فكروا بفكرة كده وقالوا يلا نلعبها لعبة النافس الطويل يعني النافس الطويل نجلس كده نبارزهم نبارزهم حتى يتعبون أو يملون ويتركونها خلونا نصموا ليعني شرائكم لكن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم رسالة جلسوا على هذا الحال أربعة أيام وهم يحاولون يلعبون على النفس الطويل إليهم في الأخير وضعوا أسلحتهم ورفعوا أيديهم وقالوا نسس الحمان ودخلوا في نفس الصلح اللي دخل فيه أهل خيبار المسلمين لا يقتلونهم ويسبون النساء ويأخذون الأراضي كان عندهم خيار قبل كذا أنهم يدفعون الجزية فقط ولهم أراضيهم ونساؤهم بس الهيات وما يفعل أو أنهم يختصرون على أنفسهم ويدخلون في الدين لكن الكبر وما يفعل علمهم إن قتل من وادي القرى كثير وما قتل من المسلمين إلا خادم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا الصحابة يحسدون على الشهادة كانوا يقولون بينهم حضة بالشهادة نال الشهادة بسهم من أهل التوراة يا سلام وإنها استشهد غدرا وإن حضة بالأجر وحضة بالمكانة عند الله سبحانه وتعالى لكن كان ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم صادمة جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم سمعهم كلا والذي نفسي بيده أن الشم لها أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بأن هذا الخادم أخذ من المغانم ما ليس لها أخذ شيء ما كان من قسمته أبدا يعني أخذ حق غيره فنصدم الصحابة يعني لهذه الدرجة هذا قتل شهيد بس بأن سرق من المغانم كانت عليه نارا فنتبهوا يا جماعة الخير الأمر خطير جدا هذا الخادم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم تعرف يعني إيش يخدمه وفوق ذا كله قتل شهيد بس الله سبحانه وتعالى ما أعطاه أجر الشهادة ولا منزلة الشهداء بسبب شيء صرق شيء فقط أخذ بغير حق وهو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بل قتل وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذ أجر الشهادة أبدا ولا منزلة الشهداء بسبب شيء صرق فأخذ أموال المسلمين بغير حق أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى إلى درجة إنه إذا موت أنت شهيد لا تنال أجر الشهادة ولا منزلة الشهداء فرجع حقوق الناس لأهلها دامك تشمل هواء على وجه الأرض المهم أن هذا الصبي قتل وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يعذب بالنار في قبرها مشهوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم متوجهين للمنطقة الثانية أو المنطقة الثالثة بالأصحة واللي هي منطقة تيماء واللي كان فيها برطو من أهل التوراة في يوم وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وبالجيوش هادولة كلهم لقوا أهل تيماء مسلمين أنفسهم بعد ما عرفوا إش اللي صار فيه خيبر ووادي القرى ومنطقة الفدح وصالح المسلمين على الجزيح على أنهم يبقون في ديارهم ولهم أراضيهم وأموالهم يعني باختصار كانوا أذكى من غيرهم بس لا زالوا أغبياء لأنهم ما دخلوا في الإسلام مع أن هذا الشيء مذكور حتى في التوراة حندا فصاروا يدفعون الجزية للمسلمين على أنهم يحمونه وأنهم يبقون على دين وخلاص بكذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توجهوا للمدينة بوجهتهم الأخيرة بعد شهر كامل من القتال والجهاد في سبيل الله وكانوا مشتاقين للمدينة مشتاقين لبيوتهم مشتاقين لمزارعهم مشتاقين لأهليهم شهر كامل من القتال والجهد هذا كامل في نصرة الدين والدعوة للإسلام أخيرا راجعين لديارهم بياكلون ويشربون ويجلسون يصلون في المسجد النبوي يرجعون للروتين القديم فكانوا جيوش المسلمين يمشون والسبايا خلفهم مثل الخط من كثرهم والإبل مليانة بالأموال والغنى يعني فرحانين بيرجعون بالنصر وبالأموال وبهذا الخير كله إلى المدينة فكان كل ما نزلوا بوادي يكبروا الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وكانوا يرفعون أصواتهم إلى درجة أن أصواتهم انبحت من شدة صراخ وكل مرة يزيد صراخهم حتى إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أربعوا على أنفسكم يعني أرفقوا ولا تجهدوا أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم المهم أنهم جلسوا ويمشون من وادي إلى مرتفع من وادي إلى مرتفع شافوا من بعد جبل أحد يا الله جبل أحد يشوفونا من بعد غائبين عنه شهر كامل صحابة جميعا لا شعوريا ابتسموا ابتسموا يمشافوا جبل أحد وفرحوا فرح شديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل يحبنا ونحبه يا الله يا رجل أنا حس بشعوره ملح أنا جالس أصور الساعة وحده ونص تقريبا وأحسني نعست قوت الراحة النفسية اللي جالس أحس له فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جباليها مثل ما حرم به إبراهيم مك اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم فدخلوا الصحابة رضي الله عنه المدينة وكل واحد رجع لأهل وكانوا فرحانين وكل واحد أخذ مغانمة ورجع بها لأهل مستبشرين بس اللي كان في الخفاء إن حقد أهل خيبر موقفين كيف محمد يهدم خيبر كاملة عقود طويلة وجزيرة العرب كاملة تهاب خيبر العرب كلهم تجرؤوا يدخلون خيبر تطيح على يد 1400 رجل كانوا حاقدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم موكل عليهم صحابة وما جاء وقت الحصاد يروح هذا الصحابي يجمع الثمار ويعطيهم رواتبهم من الثمار ويرجع بالثمار للمدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في فترة موكل عبدالله بن رواحة إنه يجمع هذا الثمار وكان عبدالله بن رواحة شديد على الحق فكانوا يحاولون من أهل خيبر إنه يرشوهم يعطيهم شويتين زيادة من الثمار وكانوا يرسلون بشكل مستمر شكاوي على عبدالله بن رواحة عند النبي صلى الله عليه وسلم إن كيف إنه شديد وإنه دائما يجمع بالحبة وما ينقص ولا يزودها ففي يوم من الأيام اجتمعوا وراحوا عند عبدالله بن رواحة ويجمع الثمام وحاولوا بشدة الوسائل إنه يرشوه إنه يعطيهم شويتين من الثمام فقال عبدالله بن رواحة يا أعداء الله أتتعيموني السحتة والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحمني بغضي إليكم وحبي إياه على أن لا أعدل فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض أنه بالعدل قامت السماوات والأرض يعني يعرفون هذا كله بل واثقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه ولكن سبحان الله ما أبعدهم عن الخير مستفيزين إلمهم إن حقدهم ما خلصنا ومحاولاتهم ما خلصتنا أبدا فكان في من السبايا إمرأة اسمها زينب بنت الحالد وزينب هذه هي أخت مرحبة إيه مرحبة بطل مجرب هو هذاك اللي شق علي بن أبي طالب راسها نصفين إلمهم إنها لا زالت على دينها وكانت هاك دا حقد شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اللي صار لأهلها في خيبر فقررت في يوم إلى الأيام أنها تهدي شاه مصالية للنبي صلى الله عليه وسلم ومصالية يعني مشوية ومحمرة على الحجر يعني مضبي على كيفك بس هذه الشاه ما كانت مضبي عادية فقررت زينب هذه إنها تسمم هذه الشاه عموبة أي سم برضو سم شديد السمية وبدت بشكل سري تسأل عن أي جزء يحب يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم من الذبيحة وبعد فترة من السؤال عرفت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراح وهنا راحت وأخذت السم هذا وحطتها في الشاه في جميع الجسد وكثرت على الذراح عشان تقتل النبي صلى الله عليه وسلم الرواحي يعني زودت الجرعة في الذراح خلاص الخطة كذا تمام شلت هذا الصحن على راسها وتوجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم تقابلها اثنين من الصحابة فقالت هذه الشاه المشوية أبغى أهديها للنبي صلى الله عليه وسلم يوم شافوها الصحابة سمحوا لها بأنها تعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا ويرفض الصدقات حرام عليه الصدقات لكنه يقبل الهدية فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وتجمعوا الصحابة يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الصحابة بشر ابن البراء كل الصحابة ما كانوا يدرون بأن هذه الشاه مسمومة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدراح وقرب النبي صلى الله عليه وسلم الدراح من فما إلا ببشر ابن البراء يأخذ عظمه فيها لحمه ويأكل هذه اللحمة قبل أكل النبي صلى الله عليه وسلم للدراح أكل اللقمة ومس ساخها أكلها بس مسة صاغها يفكر أن الطبخ مو بحلوة لكنها بلحها عشان ما ينكد على النبي صلى الله عليه وسلم أكلها في يوم جاء يأكل النبي صلى الله عليه وسلم أكل قطعة من اللعب بس ما بلحها كان ينضخها في فمه ففجأة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الماضي وقال لباقي الصحابة ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة ذراع اللي في يد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسموم فوقفوا الصحابة وما أكل من السم إلا بشر بن البراء أما النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حديك اللقمة من فمه بشر بن البراء فقط هو اللي ابتلع لقمة حسقت على الأرض وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بزين وقال لها ما حملك على الذي صنعته يعني ليش سممت الشهر هنا تملكها الخوف والاستغراب كيف عرف وكيف هو سليم واقف قدامها حاولت تدور تصريفه إرين قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعتها إذا أنت نبي ما بضرك وإن كنت مالكا أرحت الناس منك وهي كذابة حاقدة ومعروفين بقتلهم للأنبياء وإن كلامها كلها كذب فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلها وبشر بن البراء سقط على الفراش مريض وكان يجد أثر السم قوي وجلست حالتها تسوء حتى استشهد بسبب هذا السم مات بشر بن البراء وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بزينة فقتلها بقتلها لبشر بن البراء يعني النفس بالنفس شوف عدل النبي صلى الله عليه وسلم معها إنها حاولت إغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بس ما انتهت الأحداث مع أهل التوراة هنا تتذكرون محيصة بن مسعود اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لمنطقة الفدك كان عند محيصة ولد صغير ولد محيصة بن مسعود لقياها الصحابة مقتول عند باب من أبواب خيبره واللي بنحكيها بإذن الله في الحلقات الجاية من هذه السلسلة سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم اتمنى ان القصة نالت على عجابك وعشان ما يفوتك جديد هذه السلسلة واذا تبغى تتابع الحلقات الماضية من هذه السلسلة جعلت كل مقاطع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قائمة تشغيل خاصة بتلقاها في القناة وبرضو بحط رابط قائمة التشغيل تحت في صندوق الوصف مع باقي السلاسل اللي موجودة في القناة بتلقاها كلها في صندوق الوصف إلي انهينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إلهالات أستغفرك وأتوب إليك شوفكم على خير بتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة